ساعات قليلة وينطلق التنافس الرياضي في الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران حيث يسعى فيه 3390 رياضيا ممثلين لـ 26 دولة من ثلاث قارات ويتعلق الأمر بأوروبا التي ستكون حاضرة بـ 18 دولة وإفريقيا بـ 5 دول وأسيا بـ 3 دول كلها تسعى للتنافس على اعتلاء منصات التتويجات في 24 تخصصا رياضيا إيطاليا ستكون أكثر تمثيلا وحضورا بالباهية حيث سيمثلها وفد يضم 371 رياضيا تليها الجزائر بـ 324 رياضيا يمثلون 23 تخصصا باستثناء الكرة المائية فيما ستكون فرنسا الثالثة بـ 313 رياضيا في حين سيكون البلد الأوروبي عن دورة ممثلا بـ 11 رياضيا فيما تعد البرتغال ضيفة شرف لهذه الطبعة حاضرة بـ 163 رياضيا كما ستكون رياضة ألعاب القوى الأكثر حضورا في دورة وهران حيث سيشارك فيها 475 رياضيا يليها كرة اليد بـ 288 رياضيا ثم الكرة الطائرة بـ 264 رياضيا وكرة القدم التي سيمثلها 144 لاحبا وهي الرياضة الوحيدة التي سيشارك فيها صنف الدكور فقط هذه بعض الأرقام التي تمثل مشاركة كل الرياضيين من بعض الدول المعنية بالمنافسة في التخصصات الرياضية وتطمح الجزائر لاستغلال فرصة احتضان العرس المتوسطي في عقر دارها للمرة الثانية بعد طبعة 1975 إلى زيادة رسيدها من الميداليات الذهبية التي تحوز على 67 منها من ضمن 251 ميدالية في المجموع الكلي و59 ميدالية في الضية و115 ميدالية برونسية جعلتها تحتل المركز العاشر في التصنيف الكلي للدول والرابعة عربيا بعد مصر وتونس والمغرب وذلك منذ انطلاق الألعاب سنة 1951 بمدينة الإسكندرية المصرية وتبقى طادع قوى المنتخبات المرشحة للضفر بالمزيد من الميداليات حيث تتصدر الترتيب العامة بـ 820 ذهبية من مجموعة 2153 ميدالية تليها فرنسا بـ 632 ذهبية وتركيا بـ 341 ذهبية ترجمة نانسي قنقر